تراجع النمو السكان في الصين خلال عشرة عوام إلى أدنى مستوى له منذ الخمسينيات فماذا تقول الأرقام وما دلالات ذلك أظهر التعداد الرسمي للسكان الذي تجريه الصين مرة كل عشرة عوام نمو عدد السكان إلى أكثر من مليار و 410 ملايين نسمة ويعني الرغم الجديد أن الصين أخفقت بفارق ضئيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته عام 2016 بزيادة عدد السكان إلى مليار و 420 مليون بحلول عام 2020 ومقارنة بالإحصاء الذي أجري قبل عقد بلغ معدل نمو السكاني في أكبر بلاد في العالم من حيث عدد السكان 5.38% وتتوقع الصين أن يبلغ منحن نموها السكاني ذروته عام 2027 عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم ووفقا للتوقعات بكين سيبدأ عدد الصينيين بعد بلغ هذه الدروة في الانخفاض ليصل إلى مليار و 320 مليون نسمة في عام 2050 ماذا يعني ذلك؟ يخشى مسؤولون الصينيون من أن شيخوخة السكان وتباطئ معدل ولادات ينذران بأزمة ديمغرافية تلوح في أفق البلاد